السلام عليكم نتيجة مسابقة البريد المصري ومتى يتم إعلان نتيجتها أليكم التفاصيل قام جهاز التنظيم والإدارة المصري بالإعلان عن الوظائف المتاحة والتخصصات المطلوبة كما أنه أتاح التقديم بشكل إلكتروني عبر رابط مباشر وذلك من أجل تقليل الزحام بعد الانتهاء من المسابقة أصبح كل ما يشغل للجميع متى سيتم إعلان نتائج القبول حيث تم فتح باب التقديم إلى المسابقة بتاريخ 15 من يناير واستمر التقديم شهر كامل حيث انتهي 15 فبراير ويتم استقبال الطلبات طوال أيام الأسبوع باستثناء أيام العطلة الأسبوعية وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا رابط نتيجة مسابقة البريد المصري أعلن جهاز التنظيم والإدارة عن اقتراب موعد الإعلان عن النتائج كما أشار إلى الرابط المخصص للاستفسار عن نتائج القبول بمسابقة البريد يمكن التعرف على النتيجة باتباع هذه الخطوات التالية قم بالذهاب إلى الرابط الخاص بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالضغط على الرابط المدرب بعد ذلك قم بالضغط على خانة استعلام من بين الخيارات الظاهرة أمامك إدراب الوظيفة المحددة إدخال كفة البيانات المطلوبة في الأماكن المحددة النقر استعلام عند قبول طلبك سوف يتم تحديد موعد لك لإجراء الاختبار الخاص بالجهاز المركزي في حالة لم تظهر لك النتيجة بسبب الإنترنت أو ضغط الطلبات قم بالمحاولة في وقت لاحق موعد إعلان نتيجة مسابقة البريد المصري قام الجهاز المركزي بالإعلان عن الموعد المحدد لإصدار نتائج القبول بمسابقة وظائف البريد لم ينتهي فرز المرشحين للالتحاق بالمسابقة حتى الآن وذلك لكثرة التخصصات المطلوبة وكذلك لكثرة عدد المرشحين للمسابقة كما أنه سيتم الإعلان عن النتائج بداية من عشر أيام وقد تصل للمدة إلى 45 يوم ليتم إجراء اختبار للمقبولين مبدئياً نتمنى التوفيق للجميع الوظائف المرشحة في مسابقة البريد والتخصصات المطلوبة بجميع المحافظات تم إتاحة العديد من الأماكن الشاغرة والكثير من التخصصات في مسابقة البريد ومن التخصصات المطلوبة ما يلي متخصص في خدمة العملاء متخصص مكتب بريد مهندس كهربائي مهندس متخصص في تخطيط النقل مهندس متخصص في تشغيل وسائل النقل مهندس ميكانيكا في مجال السيارات لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعاً لنا لنستمر في نشر المزيد ترجمة نانسي قنقر